السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والتي سوف نقوم بشرح من خلالها كيف نقوم بالتعديل وكذلك إضافة أزرار للتواصل مع المعجبين وكذلك جذب المعجبين على صفحاتك على الفيسبوك وكيف تقوم بإضافة هذه الأزرار كيف ذلك هذا ما محور حلقتنا الخاصة بهذا اليوم قبل أن نقوم بشرح التفاصيل أدعوكم إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون بكل جديد القناة فكما لا ألم فبالنسبة لهذه الأزرار فهناك تختلف من صفحة إلى أخرى لنفترض أنك لديك صفحة على الفيسبوك تهتم بالتسويق يجب أن تقوم بإضافة هنا زر الخاص بالتسويق إذا كانت لديك صفحة للتواصل مع الأصدقاء مثلا تقوم بنشر فيها مواضيع أو شيء من هذا القابل يمكنك أن تقوم بعمل زر خاص بالرسائل كذلك إذا كانت لديك صفحة خاصة ببعض الأمور الأخرى كمثلا هنا لديه بعض التسويق وكذلك هجز الآن وتعرف على المزيد والاشتراك والتنزيل والتسويق الأكتار وكذلك الاتصال بنا ومجموعة من الأزرار التي قد تلائم الصفحة الخاصة بك على سبيل المثال فأنا بالنسبة لصفحة شروحات شروحات للمعلومات مدولة شروحات للمعلومات فقمت بوضع هذا الزر الخاص بالرسائل فأي شخص أراد أن يتواصل معي يقوم بكتابة لي رسالة ثم بعد ذلك سوف أتلقى الرسالة بعد ذلك أعمل على تواصل معه على سبيل المثال لكن هذه الصفحة الخاصة بنا سوف نعمل لها زر إضافة زر كما تلاحظون معي هنا إذا قمنا بالنقر على هذا الخيار لاحظوا معي هنا سوف يعطينا مجموعة من الأزرار الموجودة على سبيل المثال هنا الخطوة لأولئي زر تريد أن يراه الأشخاص على سبيل المثال هنا يساعد زر الذي يظهر على صفحتك الشخصي على اتخاذ إجراء ويظهر هذا زر الأشخاص على صفحتك وفي نتائج البحث عندما يظهر صفحتك ويمكنك التعديل في أي وقت على سبيل المثال هنا حجز موعد إذا قمنا بوضع الموس هنا لاحظوا الحصول على عرض والأسعار هنا حجز الآن على سبيل المثال هنا بالنسبة لهذا الخيار الخاص بالتواصل معنا إضافة زر مثلا هنا اتصال بنا إرسال رزالة التصليل بنا على سبيل المثال التسجيل إرسال بريد إلكتروني واتساب نتشي بالنسبة للتعرف على المزيد على سبيل المثال تعرف على المزيد مشاهدة الفيديو كذلك هنا بالنسبة للتسويق إذا كانت صفحتك تهتم بالتسويق وعرض بطاقة الهدايا رواية العرض وكذلك طلب الطعام إذا كانت الصفحة الخاصة بك تقوم ببيع أطعمة مثلا هنا تنزيل تطبيقات مثلا لديك موقع إلكتروني وتريد أن تقوم بعمل إشهار للموقع يمكنك استخدام هذه الأشياء استخدام تطبيق أو تشغيل لعبة كذلك المتابعة هنا إذا كنت تريد إضافة زر الخاص بالمتابعة على سبيل المثال هنا سوف نشرح كل واحدة على حدة بالنسبة لحجز الآن تختار هذا الخيار بعد ذلك تنقر للتالي على سبيل المثال هنا إذا كنت تريد أن تقوم بالتعديل هنا الجديد هنا إذا كنت تريد أن تقوم بإضافة رابط الخاص بالموقع الخاص بك تقوم بإضافتي على سبيل المثال أنا سوف أختار مثلا سوف أتوجه إلى المدونة بلوغر نقوم بجلب رابط خاص ببلوغر على سبيل المثال نقوم بإضافتي فقط للتجرب حتى أريكم دور هذه الأزرار وكذلك مجموعة من تفاصيل الأخرى سوف نختار هنا إحدى المدونات مثلا نختار هنا مدونات على سبيل المثال فقط للتجرب كما قلت لكم هنا سوف نختار عمل كوبي لنك أدريس ثم نعود هنا نقوم بإضافة الرابط هنا على سبيل المثال ثم نختار عملية الحفظ هنا إذا كنت تريد التعديل سوف نقوم بإكمال الخطوة على سبيل المثال ننتظر حتى تكمل العملية راحظوا معي هنا هذا هو الزر إذا قمنا كما قلنا فبالنسبة لهذا الزر الذي قمنا بإضافته كذا ما تلاحظون معي يمكنك التعديل عند أي شخص الآن سوف يأتي إلى الصفحة يقوم بالنقل عليه مباشرة سوف يتم تحويله إلى رابط الموقع الخاص بك الآن سوف نقوم بعملية العودة الآن نقوم بحصول على عرض إشارات على سبيل المثال ننقل على تلي نفس الأمر كما قد فالعملية بسيطة جدا نذهب إلى التواصل معنا على سبيل المثال نختار التواصل معنا على هذا الشكل ننقر على التالي هنا يطلب منك الموقع الخاص بك تقوم بإضافة الرابط الخاص بالموقع ثم تقوم بعملية إكمال العملية ننتظر حتى كما تلاحظون معي فبالنسبة للزوار بالنسبة لي أنا لا يظهر لي عندما نقل على هذا زر لا يتم تحويلي إلى رابط أما إذا كنت تتصفح مثلا هذه الصفحة مثلا سوف أقوم بتجريب هذه الصفحة نقوم بفتحها في متصفح أو صفحة أخرى على سبيل المثال نقوم بإضافة الرابط هنا فكما قلت فأي شخص يقوم بالنقل على contact news سوف يتم توجهه مباشرة إلى رابط الموقع سوف نقوم باختيار اختيارات أخرى كما قلنا حتى نكمل الخطوات نقوم بالعودة مرة أخرى مثلا إرسال رسالة تظهر له هذا الزر كذلك الاتصال الآن واتساب أو غيرها من الأزرار الأخرى على سبيل المثال تسويق طلب الطعام رؤية أو شيء من هذا قبل بطاقة حدايا عرض بطاقة حياة طلب أطعام أو التسويق على سبيل المثال تختار تاري ثم تضع الرابط الرابط الخاص بالموقع على هذا الشكل تقوم بإضافته هنا ثم تلقو على الحفظ بهذا الشكل وبعد ذلك يمكنك أن تقوم بإكمال الخطوات وسوف يتم تغيير أو يتم تحويل الإيقونة إلى تسويق الصفحة أو غيرها من التفاصيل الأخرى كما قلنا يمكنك أن تختار أي شيء تريد تنزيل مثلا لديك موقع خاص بتنزيل تطبيقات إذا كنت من أشخاص الذين يشتغلون على مثلا لديك موقع خاص بتطبيقات أندرويد يمكنك أن تقوم بإضافة هذه الأزرار أما إذا كنت لديك صفحة شخصية يمكنك اختيار هذا الاختيار الخاص بالمتابعة على سبيل المثال ثم تقوم بعملية إكمال أفضل زر في نظري أنا إذا كنت تريد يمكنك أن تختار الزر الخاص بإرسال رسائل من الأفضل هذا هو الزر الأنسب لهذه العملية كما قلت بالنسبة للتواصل من الأفضل أن تقوم بالاتصال بيننا أو تختار رسال رسالة على هذا الشكل ثم تختار من التالي تختار مرسل بهذا الشكل وسوف يظهر الزر المناسب المهم كما قلت لكم أنت على حسب الاهتمامات الخاص بك يمكنك أن تضع الزر المناسب أتمنى أن تكون الفكرة وكذلك الموضوع قد نعجبكم لا تنسوا دائما دعمنا بأنقل على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصل شكرا لكم على المتابعة إلى حلقة القادمة بحول الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر